هذا القرار هو قرار يتخذ على مستوى الحكومة بإنشاء لجنة مختلطة بين وزارة الصحة ووزارة تعليم العالي باش تدرس كل النقاط اللي عندها بعد بيداغوجي أو مرتبط بظروف إقامة هذي الأطباء اللي هم في الحقيقة طلبة في تخصص طبي باش يسيبون لهم حلول على مستوى دائرتين ووزاريتين أي الصحة والتعليم العالي علما أن طلبة المقيمين هما في الأصل طلبة في الطب تابعين الكلية العلوم الطبية لقطع التعليم العالي ولكن يزاولون التكوين التطبيقي على مستوى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة نعم هي أبرز النقاط اللي راح تجي في فائد تهدل في أو شنو هي السيطة؟ فيما يخص هذا الجانب البيداغوجي وظروف الإقامة أبرز النقاط تتعلق بالمتابعة بتحسين التقطير الطبي الجامعي لهؤلاء الطلبة تحسين ظروف التكوين من حيث الوسائل الموارد كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى التكوين هما رأيهم يطالبوا بشي يتحسن المستوى التكوين التحام بصفاء اللي تخليهم غضوة يكونوا في مستوى طموحات ولا تطلعات ولا في الموعد مع تطلعات المواطن وحنا ما يمكن إلا نرافقوهم في هذا المطلب ووزارة التعليم العالي لكي نرى ما هي الإجراءات الحقيقية الفعالة لتخلي الشروط التكوين تتحسن نعم، ما كاش نقطة بلك ربما وما طالبوها وأكيد هي ستدخل للنقاش في هذه اللجنة تتعلق بربما تحويلهم إلى الولايات الأخرى من أجل الخدمة المدنية طالبين بهذه النقطة فيما يخص الخدمة المدنية تقليفها الغن ما تتعالج في هذه اللجنة هذه اللجنة تكون تهتم أكثر بالجوانب الفيداغوجية هما طالبين بهذه النقطة وسبق مع الوزير الصحاسي السيد حزب اللوي صرح وقال باللي الشروط التع إجراء هذه الخدمة المدنية راح تتغير ستكون إن شاء الله مرافقة بإجراءات تحفيزية ما زال ما تبينتش بالضبط قد يكون لها طابع مالي من جهة إجراءات تحفيزية من حيث يعني زيادة في الأجر قد كل الاحتمالات واردة سنسحب القد ونطرف الزيادة كل الاحتمالات واردة وفق إمكانيات البلد وما يسمح به القانون كذلك تحسين الإقامة اليوم حقيقة طبيب الأخصائي كيتخرج وعنده الخدمة المدنية في بعض الأحيان يتوجه الولاية ما يلقاش وين يبات نحن نقوله يلزم يلقى وين يبات ويلزم الإقامة تكون في مستوى هو طبيب يلزم المجتمع يتعود ويعطي القيمة للإنسان الإقرام نعم تحية لكل الأطباء وكل طلبة الطب لأنهم ربما في بعض الأحيان يتهمون الصحافة أنهم مرأي ضدهم ولكن الصحافة فقط تنقل انشغالاتكم وانشغالات كذلك المرضى فتحية لكل الأطباء سيب القسام هل ستكون هناك تقليص لمدة الخدمة المدنية؟ ما زال سؤال سابق الأونو لأن المشروع قانون الصحة راه موجود على مسؤول البرلمان وللبرلمان كل الصلاحية لتعديل القانون أو إعطاء اقتراحات للحكومة بعد أن قام بالتشور مع مختلف الأطراف على بلك لجنة الصحة تستقبل حاليا مختلف النقابات الناشطة في القطاع والعدد التحى كبير ما لا يقيل عن 17 نقامة زائد الجمعيات زائد الأطراف والمؤسسات الأخرى كل هذا في آخر المطاف سيقوموا باقتراح تعديلات الآن ندخلنا إلى الملف الثاني وهو قانون الصحة الجديد هل في قانون الصحة الجديد هناك اقتراح هناك ولو كما يقولوا ريحة تقليص مدة الخدمة المدنية؟ لا القانون بصيفة عامة يتكلم على المبادئ العامة القانون سيقول هل يبقى أو يزول هل تبقى أو تزول الخدمة المدنية في مجال الصحة يبقى على النصوص التطبيقية هي التي تحدد المدة الخدمة المدنية في حال بقاء الخدمة المدنية هي تابتا الآن بقاء الخدمة المدنية ما زال قلت لك القانون القانون اللي خرج من عندكم من المقر لا القانون المشروع الموجود على مستوى البرلمان اللي صادقت عليه الحكومة ثم صادق عليه مجلس وزراء وأحيله على البرلمان هذا المشروع من بين البنود التاعه اللي يبقى على الخدمة المدنية ما فيهش إشكال ما فيهش إضافة أو لفظ يتطرق إلى احتبال تقليص هذه الخدمة المدنية لا التقليص أو تمديد فترة الخدمة المدنية يكون على مسوى النصوص تطبيقية اللي تقتيق بعض القانون مرسوم تنفيذي بالضبط ولكن الشيء اللي لازم نقوله خدمة مدنية أم لا الشيء الأكيد هو أن الحكومة ملزمة بضمان التغطية الطبية المتخصصة لكل المواطنين الجزائريين أينما كانوا أينما كانوا ما نقدروش نخلوا للواديو مالشي كل واحد يرح يخدم وينبغى والمواطن اللي يسكن في الهضاب العليا وفي الجنوب الكبير وفي المنطق المعزولة يكون ما يلقاش الحق التاعه في الصحة نعم متفق معك تماما ندخل الآن إلى قانون الصحة الجديد وشنو الجديد اللي في قانون الصحة اللي يهم أولا نبدأ بالمواطن ثم ممتهني الصحة يعني من أطباء ممرضين ولكن نبدأ بالمواطن قبل هذا رح تجاوبني سي بالقسم ولكن بعد الفاصل نروح الفاصل لتعود مشاهدينا كرام عودة إليكم بعد الفاصل عودة إليكم مشاهدينا الكرام مع ضيف مامار اليوم مستشار وزير الصحة سيد سليم بالقسم سيد سليم كنت وقفنا على جديد قانون الصحة فيما يخص المرضى أو فيما يخص المواطنين وكذلك فيما يخص ممتهني هذا القطع نبدأ بالمواطنين المواطن أهم شيء خاص المواطن